السلام عليكم أعزاء الطالباء معكم مدرس اللغة الإنجليزية فراس حمزة سعنا نتكلم عن الجزء الأخير والخاص بـ Unit 1 Lesson 2 طبعاً ب هذا الجزء راح نتكلم عن المعروب المستمر والذي أنه أنا هو Past Continuous Past Continuous ومثل ما تشوف قدامك الملاحظة يقول أنه يستخدم الماضي مستمر للتعبير عن حدث معين استمر حدوته بفترة من الماضي شنو هذا معناه؟ معناها مثلاً فرضاً أنت البارحة يعني استمر حدوته بفترة معينة في الماضي يعني فرضاً البارحة أنت من الساعة فرضاً تنتين للساعة الكلاثة أوكي تلعب كرة قدم إذن عمليات الاستمرار بالماضي وليس الحاضر شن العمل جملة و العمل جملة بهذا الزمان نستخدم الشكل التالي إذا كان الفاعل هي أو شي أو إت أو آي رح تكون أدنى فعل زائد مصدر مصدر بING مثلاً على الماضي criticي DER اعنا ملياك بستمرار من 12-2 اليسرد أك احنا ملياك بستمرار بار من 12-2 اليسرد أك فاعل أو he was cooking food يعني علي I was cleaning the house so I with was وفعل clean but not an ING so I was cleaning the house أما إذا كان الفعل we you they فعل أدنى where وفعل مصفو ب IMG مثال ذلك هو okay the students were playing football they were playing football and we were running all day okay إذن إذا تريد تستخدم بالشي إذا تريد تعبر عن جملة باللغة الإنجليزية تعبر عن حدث استمر حدوثة بالماغي وليس الحبر تستخدم past continuous okay okay هسا راح عدنا فقرة التدرق لكن ما تشوف احنا أخذنا هسا ال affirmative sentence عدنا راح نتكل نحتمر على كتابة جمل وكتابة الماضي المستمر أو past continuous كتابة شين قلتم لنا عدنا use these verbs to write three sentences to write three sentences شين هنّا طبعا نعندك هنّا الافعال هنّا buy come hurry up listen say point and wait أوكي إن هنّا الافعال وقصد ب لسن الوحدة الأولى يعني إجري راح أقول فراغان أم I was لو أخذت الفعل شين هو فراغان أم waiting wait هتقول I was waiting in the room أوكي yesterday أوكي بوحسة I أخذت was أخذت فعل النوم wait لفنال ing start waiting in the room yesterday فهذه I أخذت شين هو أخذت اندي was النوم بالفعل wait لفنال ing صارت أن الجملة بالمضارة المستمر I was waiting in the room أوكي أنا استخدمت الفعل wait فس أريدك توقف الفيديو وتكتب لي كلت جمل بالمضارة آآ 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 ضرع secure آآ الض آآ انه wasware زائد ing اوكي ستوقف الفيديو و اكتب لي ثلاث جمع بعد ما خلصت كتابه راح ننتقل الى موضوع ال-negative ال-negative او الجملة المنطلة ايضا جدا بسيطة مجرد ما نضع was aware حولها الى نفي يعني مثلا ali was not طبعا متنتره دائما للصير المقتصرة it was not if it wasn't ali wasn't cooking food from 12-13 yesterday okay so he was so he was not I wasn't cooking food, I was not cleaning the house الى 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 آخرين ماذا جدا جدا العملية بسيطة اوكي اسا ايضا اريدك راح نستخدم عملياتي تمارون هنا عميش يتقول باوع practice use these verbs to write three sentences ايضا راح استخدم الافعال لاني و اكتب 3 جمع دينا بالنتي اوكي ايضا مثلا انا مثلا راح اجي اقول I was هاي الجملة المفتعة دي كانت I was waiting مثلا in the room اجي احولها نفي اقول I was not I wasn't I was in the room روم اذا الجملة المثبتة فقط حوالتها الى من في ارفعد موجودة ان ذلك اما سيبا نريدك توقف الفيديو وتكتب لي هاي الجملة وتقراها بصوت عالي اوكي 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 بداية الجملة واحد سيئلك اوه 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 واحد سالك هل ستتبع تطوير موسيق باته ماذا سوف تجاوبهم احنا بريد ان تجاوب البداية ان تجاب الاسئلة فالبداية لازم تكتب لي 3 جمل احنا احنا اجي ايضا كيف سنكتب هذه الجمل سنكتبها دلطريقة التالية يعني مثلاً كانت عن جميلتي I was waiting in the room هل يجب سحولها يصنع question انت سمتنع شوف راح سيكون تغيير بسيط لأنه خردان انت راح تسألني على السؤال أهد قل لي Where you طن Where you Where You Wait in and room شو راح أقول لك Yes I was or No I wasn't اوكي إذن هذي طريقة اللي راح تكتب بيها الاسئلة يعني مجرد انه و راح تحول جملك المثبتة الى yes no question أما السؤال للعملية الأخيرة فهي الwh question والسؤال الاستقامي من power task continuous بدأت هنا wh word plus I know I was aware plus subject plus verb ing and then what was are we doing yesterday he was cooking food okay okay ايضا الله نستخدم نفس العملية وريدك تكتب لي لجومة الاستقامية okay استخدم لي why وتستخدم لي when وتستخدم لي مثلا where okay فرغم سأجي why was فرغم why was the man why was the man running السؤال سأجي سأجي سؤال why سأجي لابستي فرغم why لجي تجي تجي وراها was aware وك واضي الصباح انا سأجي was قدك الفاعل هو شنو the man يعني هي او شي لذلك استخدم was سأجي بقول why was the man when when aware وك كذلك استخدم الافعال اللي عادنا اللي تعلم ها بهذا اللسن وكذلك اللف الجمع البرد ما تخلص عمليات الكتابة أريدك تروح لل activity book unit one lesson two and do exercise c okay okay now i'll be like what were the children doing at five past one what were the children doing at five past one complete the sentences using the verbs in the box de que la part come eat wait well drink I'm going to read the sentences for you please take attention jason blank advert that a cola cola and a bib selva in a cube brahim down in the lift the son down the stairs the children's mother at the information desk let's go to page six okay what were you what were you doing on monday at six o'clock yani مثلا my diary rach a tijoo d monday six a m rach d b i was painting the house i was painting the house at six a m and if monday tuesday o'kadal ki baqqiyya kenna juma tuesday wednesday thursday okay okay and then what what were you doing on monday at six o'clock okay parlam hava sual or ide siktibli sual by 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 dany job on on monday or oh mufin gool i was painting the house on monday at six a m tuesday twelve p.m wednesday four p.m raha ddk a thursday four p.m if i raha ddk b mj 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 four sentences total a tb an tb an ddk 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 Our next time to 10 on the time 10 on the time 10 on the time ddk 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 ترجمة نانسي قنقر